مرحبا برج العذراء اهلا فيكم بشكل عام برج العذراء هذا الشخص الشخص القادم في طريقك انت رح تكون جدا مميز عنده انت رح يكون تأثيرك جدا كبير على حياته هو رح يكون يحبك اكثر ما انت تحبه ومنجذب لك اكثر ما انت منجذب له وعلى هذا الاساس رح جدا يكون حريص ان يوفر لك افضل سبل الراحة وافضل سبل الحياة خلي نشوف حروف اسمه عندنا حرف الدال حرف الطا حرف الواو البرج عندنا طاقة الابراج النارية على الاغلب بيكون برج القوس وعندنا طاقة برج الحوت انزل وقت اللقاء اول كرت هنا عندنا حق وقت اللقاء احتمال خلال خمسه اشهر او الاشهر اللي عقب عقب شهر خمسه ولكن هاي الكرت تقول لي ان برج العدراء رح تلتقون في وقت من بعد انقطاع او من بعد ممارسات دينية يعني بيكون احتمال كبير بعد شهر رمضان او بعد شهر محرم او بعد موسم الحج بعد ما ننتهي من العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى نزيل نفس الطاقة انطبق ايضا على الاشخاص مثلا لدياناتهم مختلفة بعد ما تنتهي فترة ممارسات دينية احتفالات دينية بعدها لما ننتهي من هاي الممارسات اهني بتكون طاقة الالتقاء بشريك المستقبل بابن الله اوكي خلنا نشوف مكان اللقاء انتو اثنيكم اشوفكم راح تكونون انت برج العدراء وايضا هذا الشخص مع احد من اخوته اخوات البنات اوكي راح تكونون موجودين امام هذا المكان امام هذا المحل هذا مكان شوفوا ممكن يكون مكان تبع سيارات او عربيات او مكان حتى تبع فساتين او يبيع بضاعة ولكن المميز في هذا المكان خدمته انتو تحبون ان تذهبون الى هذا المكان برج العدراء لان هذا المكان مو فقط يبيع البضائع الجديدة السيارات الجديدة الفساتين الجديدة اوكي حتى البضائع القديمة ايضا يصلحها ويسوي لها صيانة عند طاقة التجديد هذا المكان يعني احتمال انك تكون رايح برج العدراء تاخذ فستانك على المكان اللي انت تعامل معه دائما من اجل ان تعدل فيه تقصر فيه تطول فيه تغير فيه شيء وهذا راح يكون مكانك المنشود امام هذا المكان هو ايضا هذا الشخص راح يكون واقف ينتظر احد اخواته البنات او اهله راح يكون يصاحبهم وقت ابدا مش متوقع لك احس برج العدراء انت ما راح تكون وقتها جدا في افضل حالاتك الشكلية راح تكون بشكل كاجول حتى يمكن تكون خرجت بدون مكياج بدون احتمال مبالغ فيه بشكلك وهذا راح يكون بالنسبة لك انت وقت غير مناسب ولكن لهذاك الشخص وقت جدا مناسب لانه راح يحس بالانجذاب تجاهك اهم شي النتيجة حتى انو ما كنت لابس افضل ملابسك و افضل الاكسسورات و افضل المكياج خلنا نشوف مواصفات شكله هذا شخص حجمه طوله وزنه عرضه ليس ضخم هذا شخص ليس ضخم ولكن كاريزمة تبعه ضخمة الشخصية تبعه ضخمة صوته يمكن حتى ضخم يعني شكله عادي مقبول ملامحة فيها نوع من الوسامة ولكن ليس جميل الجميلين طوله متوسط ليس سمين ليس نحيف جسمه متناسق مع طوله ولكن فيه كاريزمة ثقة فيه عنده شخصية كبيرة اكبر من حجمه الجسدي هي اللي راح تلفت انتباهك بخصوصه اول ما راح تلحظه فيه هو نظراته نظراته جدا حادة يعني الشخص مو فقط ينظر اليك وبعدين يلف وجهه لا ياخذ راحته في النظرات وكأنما لا يوجد احد في المكان جريء لا يوجد احد في المكان سوى انت وهو هذا الشخص لما تلتقي فيه راح يكون عنده نصف لحية شنو اقصد احنا نسميها سكسوكا اللي هي مو لحية كاملة اللحية اللي تكون قريبة من منطقة الفم مو الشناب لا اللي تكون واصلة لأسفل الفم مع فوق الفم كل دولة يمكن لها مسمى مختلف احنا نسميها سكسوكا لحية ما راح تكون كاملة ولكن عنده جزء من اللحية شعره اسود كثيف ليس ناعم مو شرط مجعد ولكن شعره ليس ناعم ممكن يكون شوية ملتف هذا الشخص سنه ليس صغير اقل تقدير راح يكون ثلاثينة واضح عليه في شكله انه ليس صغير السم اوكي خلنا نشوف حين اطباعه وايضا ايه من مواصفات شكله انه لما تلتقي فيه راح يكون لابس سبور ملابس كاجول ولكن في شي في ملابسه غالي ماركة او ثمين اوكي يعني لو كان تي شيرت راح يكون تي شيرت غالي انه كان لابس حذاء وانتو بكرامة راح يكون حذاء غالي ملابسك اجول ولكن غالية خلنا نشوف اطباعه وهذا هو الجانب الاهم اللي راح يفيدك برج العذرة هذا شخص كثير التنقل بين البلدان ما يحب انه يستقر في دولة معينة ويمكن ايضا بسبب طبيعة عمله لانه يملك حرفة او خبرة معينة تخليه مطلوب في اكثر من مدينة في اكثر من دولة يتنقل ما بين كذا مصنع يشرف على كذا مصنع مطلوب او مثلا في شركة اللي يعمل فيها في كذا فرع كذا مصنع كذا مقر وقاعد كأنما هو الشخص اللي يتنقل ما بين المقارات فطبيعة شخصيا وحتى في الوظيفة ما عند الكثير من الاستقرار كثير التنقل هذا الشخص يتكلم اكثر من اللغة ولكن ليس باتقان يعني يتكلم شوي يمكن اردو او يتكلم شوي انجليزي ويعرف في تفاهم مع الاشخاص اللي يتكلمون هذين اللغة بشكل جدا ممتاز ولكن لا يتقن اللغة اميام بلميام فعنده اكثر من لا ولكن ليسوا باتقان هذا الشخص ايضا اصوله ترجع الى دولة اخرى يعني بعطيكم مثال لوكان اصوله ترجع الى دولة اخرى او هو في مدينتكم ولكن اصوله ترجع الى مدينة اخرى جدا معيدة عليكم اصول اسرتهم اصول جنسيتهم حتى كريم جدا يحب الاثار يحب انه يلفد انتباه الاخرين بالصرف وهذا عكس الاسرة ترى الاسرة اللي يأتي منها اعرف ان الاسرة بعدين رح نتكلم عنها ولكن هذا شخص بغير التربية اللي نشأ عليها ويحب ان يصرف ويحب ان يظهر للناس ان عنده اموال اوكي يحب انه يساعد الاخرين ويحب ان الاخرين ايضا يحتاجونه يساعدهم حتى لو ما طلبوا اوكي ام ليس على قائمة اولويات الزواج مو ضروري بالنسبة للزواج مو اهمش عنده بالحياة مؤجل صار لفترة مؤجل موضوع الزواج او يتهرب بالموضوع الزواج خصوصا لما يطرحون اهلا ام يأتي من اسرة ثرية ولكن لا يظهر عليهم الثراء وذلين اشخاص ممكن يكونون بسيطين المظهر او متدينين عشان ما يبين عليهم مظهر الثراء عكسه او هو او هو الشاب من العائلة اللي يحب انه يظهر الاموال على نفسه ممكن او هو الوحيد من بين اخوانه اللي يكون بهذه الطريقة اوكي او احب الجلد الطبيعي احب الاشياء المقتنيات المميزة الاشياء اللي تكون مثلا محفظة كلها الجلد طبيعي او محفظة مثلا من جلد المادري الخروف جلد التمساح احب هاي الاشياء المقتنيات الثمينة اوكي احب المرأة اللي تكون جامعية احب المرأة اللي يحسها تجيد لغة اللغة مو قلت لكم انه عنده يحب انه يتكلم اكثر من اللغة بس ما يجيد احتمال كبير ان هذا شخص لم يكمل تعليم الجامعي دخل بسرعة في سلك الوظيفة اوكي ولكن هو ينجذب الى المرأة اللي يحسها انه تتكلم اللغة بطلاقة تتكلم الانجليزي بطلاقة تتكلم او حتى طريقة كلامها تكون راقية تتكلم الفرنسي بطلاقة حتى لو كانت تعمل مجرد امتلاكها لشهادة جامعية راح جدا ينجذل اللي هاي النوعية من الاشخاص اللي امامه الاشخاص اللي عندهم اعتزاز بثقافتهم اللي بعده خلا نشوف رقم خمسة ماذا سيقدم لك قبل الزواج عندك عشرة هذا رقم الافتمال في التارو وهذا يقول لي راح يقدم لك الغالي والثمين ولكن الجميل في الموضوع انه قبل كل شيء وحتى في القراءات السابقة للابراج الاخرين هذا شخص راح يحرص انه يلتقي باهلك قبل ما تصير الخطوبة الرسمية وبعيد عن اهله يعني حتى قبل ان يأتي باهله راح يحرص انه هو يأتي بشكل شخصي بشكل رسمي يمكن لوحده ويجلس مع الوالد او يجلس مع الاب في العائلة او الاخ الاكبر عنده ضروري انه يكون في تفاوض او تفاهم تحت الطاولة يمكن لان اهله لا تنسى طبيعة اهله يمكن لان اهله راح يكون عندهم كلام ثاني او اتفاق ثاني او شروط اخرى فكأنما هو هنا يحرص ان يكون في اتفاق خفي غير معلن بينه وبينك وبين اهلك وتكونون على تفاهم يعني مثلا حتى لو صار في خطبة رسمية واتفقوا الاهل على ان الشبكة تكون بالقيمة الفلانية او المهر بالقيمة الفلانية هو راح يتفق مع اهلك في الخفاء انه راح يعطيكم اكثر راح يسوي اكثر ولكن خلى مجرد الموضوع يمشي من اجل ان الامور تمشي وتصير الخطبة ولكن راح يكون في شيء زيادة من عنده اوكي هذا الشخص راح يدباه فيك امام الكل وهذا الشخص راح يعطيك مصروف قبل ان تطلب منه لمجرد انه تظهر لانك محتاج او 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 عندك يمكن التزامات خصوصا لما تذكر انه عندك التزامات مالية هذا الشخص من نفسه راح يعرض عليك انه مو فقط يدفعها وانما يهتم يحب يهتم فيك ويدللك ماديا اوكي وايضا في شيء ثقيل راح يعطيك اياك هدية احتمال يكون شاب كذهب ما اعرف ولكن شيء ثقيل شيء ثمين ذا ثقل راح يعطيك اياك ايضا يكون بدون علم اهلا نزيل ولكن الشيء اللي اشوفه ايضا انه قبل الزواج راح يحرص انه يكون فيه تحضير العرس كبير لزواج محترم مثلا في فندق كبير او في مكان راقي هذا ايضا بالاشياء اللي تميل اليها طاقته اوكي خلا نشوف الحين اسرته نتكلم عن اسرته عشان افهملك واصلك معلومه ليش ضروري عنده ان يكون فيه اتفاق خاص بينك وبينه او بينه وبين اهلك حتى قبل ان يأتي باهله لانه اهله نوعا ما صعبين اهله نوعا ما وان كانوا يملكون الكثير من الاموال ما ادري اذا خبرتكم اسرة ثارية ويملكون الكثير من الاموال ولكن نوعا ما بخيلين عشان شديه هو مبتعد عنهم نوعا ما صارمين او صعبين في التعامل محافظين اوكي يحبون مضر يمكن متدينين بزيادة يحبون لان اشوفهم اللون الاسود ممكن يكون عنده ثمان اخوة واخوات او ستة اوكي لان اذا نضيف الام والاب وصير كامل العدد ثمانية ام ما عنده الكثير من الاخوة الذكور يمكن فقط واحدة او اثنين عدد الخوات الاناث في عائلته يغلب عدد الاخوة الرجال ام اتوقع هو الاكبر ما بين الاولاد نزيل هذلين اشخاص واسرة ظاهرهم بسيط ولكن يجلسون او تحتهم الكثير من الاموال الاموال المدفونة الاموال اللي حتى ما تخرج الى الاخرين الاخرين حتى ما يعلمون ان هذلين الاشخاص يملكون ويملكون ويملكون هذلين يشترون اسرة تشتري الممتلكات ولكن لا يخبرون لا يشاركون الاخرين فما في احد يدر ان هذلين نعم عندهم فكرة ان هذلين الناس مرتاحين ماديا ولكن ما حد يعرف مستوى ثراءهم الحقيقي لانهم كل شي يسوونه ساكتين ازيل ام هذا شخص ليس قريب من اسرته كثيرا قلت لك لانه ما يحب هذه البيئة بيئة الصرامة بيئة البخل ما يحبها التدين حتى فهذا شخص قبل الزواج راح تكون علاقة عادية مع اهله ليست قريبة ولكن بعد زواجكم وبعد ما ان يبتدي يشوفونه اهله يصرف عليك ويسوي لك عرص كبير او او يحرص انه يوفر لك افضل سكن و افضل حياة بتشوف انه هنا اقوم فترة من الزواج ينشب خلاف بينه وبين اهله بخصوص هذا الموضوع يمكن ايضا خلاف بخصوص طريقة صرف على الاموال خلاف بخصوص الورد خلاف بخصوص لان انت اشوفك من دخل حياته انزين راح يزيد الضغط عليه من قبل اهله وهو اشوفه راح ياخذ موقف دفاعي جدا تجاهك لانه قلت لك مهم عنده بالنسبة انه يوفر لك افضل حياة فهني بصير عدوم خلاف بخصوص الاموال والورد ام شنو بعد ام فيهني طاقة تحذرك انه لا تتقرب من اهله بسرعة ولا تثق فيهم بسرعة ولا حتى تسمح لهم ان يسيطرون على حياتك من البداية شوف الامور بشكل عام على قولتهم فيه مثل ابنك على ما تربيه زوجك على ما تعودين فهني لا تعتقد انه بارتباطك من هذا الشخص ان انت محتاج جدا لموافقة اهله وان انت تسوي الامور على طريقة اهله من البداية خلك واضح يدك في يده يدكم موحدة وجهتكم موحدة ان انتو لكم رأيكم الخاص لكم توجهكم الخاص في الحياة اذا مثلا تحبون تسكنون في هذه المنطقة براحتكم من البداية رح تكون في محاولات من اهله للسيطرة عليكم هو افدا ما رح يقدرون عليه ولكن يمكن بسبب كثرة تنقلة فرح يحاولون انه بالعكس يتقربون منك عشان اذا ما قدروا يسيطرون عليك بالعافية يسيطرون عليك بالتحايل فانت هنا في تحذير لك من هذه العائلة خصوصا من الاناث في هذه العائلة الاناث عندهم شوي طاقة وسوسة وطاقة خلافات يسوون مشاكل اتمنى اني حذرتكم ما رح تعيشون مع بعض هذا مكان جدا عالي شريككم رح يختار مكان غير تقليدي عشان يعيشكم في مكان مستقل مكان راقي احتمال يكون كومباوند الكومباوند هو عبارة عن مجمع او ارض كبيرة فيها الكثير من المنازل الفيلل وكل الفيلة ماذا مش تسمونها على حسب كل دولة وكل الفيلة تكون تقريبا تشابه الفيلة الثانية يكون لهم عندهم امن والمنطقة تكون راقية وكأنما مجتمع خاص فيهم ولكن بشكل عام هذا مكان عالي فيه كذا دور يمكن رح يقرر ان يستأجر او 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 يشتري شقة في مبنى جدا عالي جديد حديث بعيد ومستقل عن اهله اوكي خلا نشوف ماذا سيحب فيك انا اريد عطيتكم فكرة مساعة خلا ندخل في الطاقة بتعمق اكثر بتفاصيل اول شي هذا الشخص رح ينجذب لك لان انت لست من اهله ما بيحب سبحان الله ما بينجذب لأي شيء من اهله وكان في محاولات سابقة قبل ان تدخل حياته ان يزوجونها ببنت الخالة او بنت العم لكن فشلت محاولاتهم انجذاب الاساسي لك ولأهلك هو انك لست مثلهم لا تحب التحكم ومو عندك هني هنا في نوع من العقدة ما عندك عقدة البخل العقد اللي هي موجودة في اسرته عقدة البخل او عقدة التدين او عقدة التحكم مو موجودة عندك فراح يحبك من اجلها عقدة ان انت انسان مريح التعامل معك نزيل في شيء خص الطول رح يحبه فيك ولو انه ليس طويل جدا ولكن حب فيك اما انك تكون طويل او تلبس كعب هذا شيء جدا يجذبه لك نزيل احب الاشياء الغير التقليدية احب التاتو نزيل احب انه انت انت رح تساعده على ان ينتقل يبتعد حتى بزيادة من بيئة اهله الى البيئة اللي يطمح انه يعيش فيها ويربي فيها ابناءه وهي بيئة فيها حرية اكثر غير تقليدية اوكي عادي يعني مو شرط المرأة هي دائما اللي تكون تجلس مع الاطفال هذا الشخص طاقته عادي ان انا اجلس مع الاطفال ومثلا زوجتي تذهب الى الصالة الرياضية وزوجتي تروح مثلا تخرج مع صديقاتها احب انه يعطي انه يجدد في حياته اوكي وهذا رح يسبب لك ان انت ترتبط بشريك جدا يدللك نصيبك بوجه العذران هل نشوف هل رح يكون من مدينتك او مدينة اخرى هل من دولتك او من دولة اخرى هذلين الاشخاص اسرته قلت لكم في البداية احتمال ان الاحتمال الاكبر انهم يأتون من دولة اخرى اصولهم القديمة من دولة اخرى ولكن صار لهم فترة طويلة عايشين معاكم اه ومن ثوبكم ممكن احتمال كبير ان تكون من نفس المنطقة او من عايشين قريب منكم مو بعيد عنكم يعني مدينة قريبة منكم ولكن اصولهم منطقة ثانية منطقة بعيدة اه دولة اخرى اوكي عزيزي برج الحضرة هذي كانت قراءة موصفات الشخص القادم في طريقك اتمنى لكم كل التوفير